وزير النقل للفريق مهندس كامل الوزير قام بجولة في محطات المرحلة الرابعة للخط الثالث لمترو الأنفاء مبارح والجولة بدأت بتفقد محطة عدلي منصور بعدها تفقد الوزير ورشة العمرة الجسمية واللي بتعتبر أكبر ورشة عمرة في الشرق الأوسط وي أفريقيا على مساحة 65 فدانة كمان تفقد الوزير باقي محطات المرحلة الرابعة وجه الوزير أن تكون كل المحطات جاهزة لفتتاحها مع تأكيد على كل عوامل السلامة وي الأمان عشان يكون الافتتاح لمرحلة الرابعة أفضل هدية تقدمها الدولة للشعب المصري قبل عيد الأضحى خصوصا أن دي أول مرة في تاريخ مشروعات مترو الأنفاء يتم فيها تنفيذ المشروعات بالكامل بإيد مصرية ومن خلال شركات مصرية وطنية كمقاول رئيس المشروع بتوجيهات من رئيس عبد الفتاح إسيسي حيث أن الفريق مهندس كامل وزير بيعيد علينا في هذه الأيام بالمرحلة الرابعة من الخط الثالث للمترو وزي ما قلنا في سياق الخبر دي أول مرة منذ افتتاح مترو الأنفاء في مصر من سنة 87 لما كان لسه خط رمسيس حلوان أول مرة يتم تنفيذه بأياد مصرية خالصة الوزير المباية احتفقد محطة عدل منصور والحيان المحطة دي هتبقى مهمة جدا هتحس أن هي أشبه بالمطار هيكون فيها منطقة تجارية وهي محطة تبادلية يعني محطة تبادلية بتجمع مجموعة من وسائل النقل المختلفة خمس وسائل النقل المختلفة هتكون موجودة في هذه المحطة هي طبعا محطة مترو زي ما قلنا لحضراتكو هتكون كمان محطة للقطار الكهربائي عدل منصور العاصمة الإدارية العشر من رمضان هتكون كمان محطة للسكاك الحديدية القاهرة السويس ده غير طبعا أن هي هتبقى محطة سوبر جيت ومحطة أوتوبيسات أو حافلات البي ار تي وهي حافلات النقل السريع للربط مع مطار القاهرة شكرا 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 ہم